موسيقى مساء الخير مساء الصحة والعافية أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة أهلا بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم صوموا تصحوا تؤكد العديد من الدراسات العلمية أن هناك انعكاسات واضحة للصوم على صحة أجسامنا وخاصة على الغدد الصماء التي تعد من أهم أعضاء الجسم كما أنها إحدى أكثر الأعضاء التي تستفيد وتتحسن أثناء الصيام لأن الصيام يعطي الغدد فرصة للقيام بعملها براحة وبأكمل وجه تابعونا اليوم في أهم من نصائح لمرضى الغدد موسيقى بداية خلي نعرف شنية الغدد الصماء حقيقة هي مجموعة من الأعضاء في جسم الإنسان تختص بإفراز الهرمونات التي تساعد في السيطرة على العديد من وظائف الجسم الهامة يتألف نظام الغدد الصماء من الغدد الصماء التي تنظم عملية التمثيل الغذائي والنمو والتنمية والاستنساخ كل تهادي وظائفها أهم هذه الغدد هي مثل ما تعرفون أو يمكن ما تعرفون هي الغدد النخامية غدد درقية وجارة الدرق والغدد الكضرية والبنكرياس أيضا هي من الغدد تعتبر من الغدد طيب ما هي أسباب اضطرابات الغدد الصماء؟ ليش يصير بها مشكلة؟ ليش يصير عندنا ممكن تزيد الهرمونات التي تفرزها وممكن تقلل؟ حقيقة أول شيء هناك عوامل وراثية وهذا يشمل خصوصا مرض السكري اللي هو النوع الثاني اللي هو ييجي بعد الأربعين يعني مرض السكري الكبار وأمراض الغدد الصماء وخصوصا بين النساء هذه كل تها عوامل وراثية هي أهم أسباب اضطرابات الغدد بالإضافة إلى إمكانيات حدوث التهابات مناعية مزمنة وحدوث أورام حميدة أو خبيثة وهناك العديد من الأمراض المختلفة التي تصيب الغدد الصماء وتشخيصها وعلاجها مختلف شلون؟ يعني ممكن بس تعالج السكر خلاص هي تتعالج أو بس تسوي حمية وتنقص وزنك خلاص هي تتعالج وترجع طبيعي إذن عندنا اختلاف أو تختلف علاجها ولازم نستشير طبيب الإختصاص يعني مو إلا ناخذ علاج ممكن بس علاج فالشيء ثاني هو يرجع الغدد طبيعي زين من أهم أعراض اضطرابات الغدد الصماء أعراضها وعلاماتها هي الشعور بالتعب والإرهاق مثل ما قلنا هي أهميتها بالنمو والاستنساخ والتنمية والغذائية فإذن شعور التعب والإرهاق هي من أعراضها المهمة وأيضا زيادة الوزن بشكل غير طبيعي وبدون سبب على غفلة تلقى وزنك يزيد ويزيد بكثرة عدم تحمل الطقس البارد ما تقدر تتحمل الطقس البارد انتفاخ الوجه وتغيير ملامحة تلقى وجهة يسمن أيضا ومن غير سبب طبعا ضعف الذاكرة وكثرة النسيان أيضا الكآبة هي من أعراضها الدراق شنو الدراق هو تضخم الغدة الدرقية هاي الهنانة انتفاخ العيون كلية هذي أعراض جفاف وتقصف الشعر أيضا جفاف وخشونة وتجعد الجلد بكل المناطة وآلام بالمفاصل والعضلات وأيضا ضعف العضلات وتلقاها هيشي يابسة ستف نسميها كل هذا تنطيني إعاز أولي أنه أكو خلل بالغدد الصماء ولازم تراجع طبيب هسا يعني لازم تراجع طبيب حالا هسا تروح للطبيب لأن أكو مشكلة بالغدد الصماء ولازم ينطيك العلاج اللازم طيب هسا نجي شلون نحافظ على غدد الجسم أثناء الصم حقيقة لازم نلتزم بالنصائح التالية هذه اللي مرضى الغدد أولا عدم الإفراط في الطعام يعتبر الإفراط في تناول الطعام عادة سيئة جدا ليش تسبب إجهاد في عمل غدد الجسم اللي هي الغدد الصماء تلك الغدد تتأثر وظيفتها فيصيب الجسم تغييرات كيميائية قد تسرع بالجسم إلى الشيخوخة لذا على الصائم تجنب الإفراط في الطعام وتبني أنماط غذائية وحياتية صحية أثناء رمضان وهذا اللي حتشينا عليه بحلقات سابقة كثيرة ثنيا اتباع نظام غذائي متوازن حقيقة يعد اتباع نظام غذائي خاطئ أمرا مستفز للغدد يحفزها على إفراز أنزيم أنه تخزن الدهون وبكميات كبيرة وكذلك هرمونات الجوع يعني تخزن دهون وتخليك الجوع لذلك يجب على الصائم تناول وجبات متوازنة خاصة بالسحور والفطور كما يجب الاكثار من الفواكه والخضروات وأيضا تقليل من الحلويات بل هناك دعوة من الأطباء لتقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات على فترات متباعدة تنتأهي بتأخير وجبة السحور وقلنا أنه أنت فطور وسحور وبيانات هنا تسوي لك وجبة خفيفة وصغيرة هذا يساعدك في الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية ولفترات طويلة أثناء الصوم ثالثا شرب الماء بكثرة حقيقة على الصائم شرب الكثير من الماء بعد الإفطار والسحور لضمان امتصاصه بسهولة من قبل خلايا الجسم مع أهمية طبعا الابتعاد على المشروبات المنونة والصناعية والعصائر والصودة وعصائر الفواكه اللي تحتوي على سكريات طبعا مثل ما قلنا صناعية أكثر من الفواكه نفسها لأن تلك المشروبات تحمل الجهاز اللينفاوي أعباء ثقيلة تمنع من القيام بوظائفه على أكمل وجه كيف يصوم مرضى الغدد؟ شلون داي يصومون؟ فيما يتعلق بمرضى الغدد خاصة الدرقية والكذرية فإذا كانوا منضبطين ويخضعون لعلاج صحيح فغالبا لا يمانع الأطباء من صيامهم لكن ذلك مشروط ببعض الالتزامات منها أولا على مريض الغدد الحذر من بذل مجهود كبير خلال الصيام يعني خلال فترات الصيام اللي هي الظهرية الصبحية حتى العصر وعليه الالتزام بالعلاج والطعام المتوازن بعد الإفطار طبعا واللي قلنا عليه قبل شوية اللي هو نظام غذائي بحيث يحتوي الغذاء على نسب متوازنة من الفيتامينات والعناصر يعني يكثر فواكه وخضروات خلال الإفطار خلال فترة أنه هو فاطر يقدر يأكل اثنيا النصيح الثاني لمرضى الغدد تؤثر الحالة النفسية والعصبية كثيرا على مرضى الغدد الدرقية في رمضان وتخلق لهم مشكلات صحية خاصة إذا كان المريض مدخنا ومعتادا على شرب المنبهات بكثرة اللي هنا شاي قهوة نسكافي يعني جسمه معتاد على الكافاين لأن هذا راح يزيد إفراز الغدد الدرقية لذا ينصح الأطباء بأهمية الحفاظ على وضع نفسي مريح ثالثا إذا كان هناك زيادة في إفراز الغدد الكذارية فينصح الأطباء بالابتعاد عن الأملاح والمخللات هذه بالنسبة لجماعة الغدد الكذارية خوفا من ارتفاع ضغط الدم وذلك على عكس ما ينصح به المرضى الذين يعانون من نقص الكورتزون هذا غيره هذا موضوع ثاني الكورتزون رابعا في حالة كون المريض يعاني من انخفاض ونقص في إفراز الغدد النخامية فعليه الامتناء عن الاكثار من الدهون فنقص إفراز الغدد النخامية والدرقية يزيد من دهنيات الدم وقد يعرض المرضى للإصابة بتصلب الشرعين نصيحتنا العامة اليوم هي دعكة من القلق الذي يتسبب بشعور دائم بعدم الارتياح وقد ينتج عن القلق الزائد أمراض عضوية وجسدية ملموسة حاول دائما أن تعطي الأمور حجمات طبيعي وتعامل معها بهدوء لا تشغل نفسك بتوافه الأمور واتبع القاعدة اللي تقول عش في حدود يومك وهذا مو معنى أنه أنت ما تفكر بالمستقبل لا بس أنه تعيش في حدود يومك أي أن تولي كل اهتمامك لإنجاز أعمالك لهذا اليوم حقيقة ولا تقلق بشأن ماضي أو مستقبل لأن الظروف والله سبحانه وتعالى كاتب لك الخير رح أنطيك نصيحة بهذا الصدد وهي أن تجعل للقلق حد أقصى زين واحد يقول لي شلون شنو أجعل للقلق حد أقصى يعني مثلا إذا صارت مشكلة وممكن تاخذ من تفكيرك وتعيش حالة من القلق حاول تنطيها وقت هذا الوقت لهذا المشكلة من الظهر إلى المغرب وقت تلقالها حلول أو ما تلقالها بس لازم خلال هذا الوقت هي منتهية ورايحة من بالك ولا ترجع تفكر بيها أصلا لأن راح تتعب وبدون فايدة دعاً كالقلق وعيش بسعادة صياماً مقبولاً وصحة دائمة إلى اللقاء